بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على النبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بأغلى المشتركين المحترمين مرحبا بكل من دخل معنا في القناة من جديد الرحب بكم نقول لهم أهلا وسهلا بكم وما تنساوش برك الاشتراك وفعلوا الجرس هكذا بشي يلحقكم كل جديد اللي مش مشترك كذلك من المتتبعين كانت زاف المتتبعين يشوفوا الفيديوهات لكن يعني من مدة طويلة لكن ما راهمش ومشتركين نطلب منكم ديروا اشتراك فقط هكذا مش راح ينتخسروا حتى حاجة ومامطان يجيكم لنوتيفيكاسيون تاع الفيديو الجديد اللي نحطهم والمعلومات الحصرية على قناتي قناة حرية هذا الفيديو إخواني أخواتي بعد ما هدرتلك مع الفيديو السابق على تغيير في رحلات الشركة الفرنسية للطيران آسل إيرلاين التغييرات اللي حصلت في بزاف الرحلات من فرنسا راح نحكي كذلك على كان بزاف الرحلات اللي راحين الجوية الجزائرية الغاتها كذلك يعني الجالية الجزائرية تاعنا مساكن دائما في المعاناة دائما كما شتوا في العنوان معاناة الجالية الجزائرية لا تنتهي صحيح إخواني أخواتي كل مرة يخرجوننا بخرجة بعد إلغاء الرحلة التع مارسيليا بجاية كذلك دون سابق اندار راحين نهضروا على مواضيع كثيرة تبعوا معايا الفيديو للآخر هكذا متراطي وحتى معلومة وبرتجوها مع أخواتكم اللي تحبوهم واللي راح معاني كما انتوما نبدأوا على بركة الله أولا راحين نحكيوا على الجوية الجزائرية ورحلتها من ليون اتجاه المطارات الجزائرية اللي علنت عليها الجوية الجزائرية بالإلغاء راحين تنطرقوا عليها الرحلات الجوية أغالجيغي الليون الجزائر وهران قسنطينا سيتم إلغاء كل رحلات غدا السبت الثامن عشر من شهر جوان من مطار ليون نحو الجزائر بسبب إضراب عمال المطار لابيا باقناخ سيتم إبلاغ الزبائن واقتراح رحلات استدراف إضافية يوم الأحد 19 جوان يعني الرحلات اللي رايحة تكون غدوة من مطار ليون يوم الثمنتاش يوم السبت الثمنتاش جوان رحة تكون آنولي هذه الرحلات من طرف الجوية الجزائرية وهذا والسبب لأن عمال المطار راحين يكونوا في إضراب وإن شاء الله راحين يبلغوكم يبلغوا الزبائن برسائل نصية ولا رسائل إلكترونية وهذه الرحلات راحين يعودوها إن شاء الله راحين يربورتيوها اليوم الأحد 19 جوان يعني الناس الزبائن ولا الجارية الجزائرية تعنا اللي مريزارفين مع هذه الرحلات من ليون إلى الجزائر وهران قسنطينا أكيد راحين يبعثو لكم رسالة نصية يعلموكم فيها وإذا ما علنوكمش إخواني أخواتي راكم سمعتوا في القناوات ومنها القناة التاعي الرحلات اللي تتلغى رايحين يديروها يوم الأحد 19 جوان أكيد راحين يديروها في نفس الساعة أكيد وهذه هي بالنسبة للرحلات الجوية كما هدرت لكم كذلك على التغييرات اللي صارت في الرحلات مع شركة فرنسية أسل أغلاين راح كذلك نزيد نعود لكم اللي ما شافش الفيديو إخواني يدخل للفيديو في صندوق الوصف راح نحط لكم هدرت لكم عليها ووضحت لكم المليح وين تتصلوا وين تديروا لدي مارش تاعكم باش ما تراطيوش لي فولت تاعكم راح نحط لكم إن شاء الله في صندوق الوصف اطلعوا علي وشوفوا كذلك الرحلات البحرية إخواني أخواتي جاتني أسئلة عليها كثيرة ومتكررة على الرحلات اللي في إسبانيا نقول لكم إخواني الرحلات البحرية ولا الرحلات الطيران يعني عبر الطائرة من إسبانيا للجزائر أو العكس من الجزائر إلى إسبانيا راح تبقى في مواعدها ما فيهاش ما فيهاش كما يقولوا تغيير بحسب العلاقات المتوترة بين الجزائر وإسبانيا إلا رحلة بحرية تاع من ألي كونت وهران رايحين يروبورتيوها لـ 25 يعني ما تروحش لـ 24 راح تروح لـ 25 جوا بإذن الله كونوا إن شاء الله بلك يكتبو لكم ولا يبعثو لكم رسالة كذلك نصية ولا رسالة إلكترونية هذه هي الرحلات الملغات ولا الرحلات كما يقولوا اللي رحين يروبورتيوها لـ 25 السنك كذلك الرحلة البحرية بين مارسيليا بيجايا اللي أجلوها واللي لغاوها والسبب يعني لغاوه هذه الرحلة من مارسيليا إلى الجزائر السبب هو كما يقولوا ما عندهمش بزاف المسافرين عندهم إلا 30 مسافر رغم أن الجالية الجزائرية تتعنا راه يتبات ديفون لزاجونس تتعجري في غي لكنه ما قالوا جونا عندنا غير 30 شخص وباش يتفادوا الكارثة والفضيحة اللي دارتها باجي مختار ثلاثة اللي جات على متنها 72 مسافر ومع مباليش أنا شحال سيارة 39 سيارة وجات فارغة محبوش تبه ديل وهذيك الفضيحة رجع بهم الأمر باش يلغوا الرحلة وباش يلغوا الرحلة يسمى شكون متطفرة فيه يعني متطفرة في الناس في الجالية الجزائرية التعنا اللي جاءوا كاين من مدن بعيدة على مارسيليا بيتين في الطريق واللي كاينين صبحوا في الطريق ولحقوا للبور ملقوا حتى واحد ملقواش حتى اللي زاجون تاع الجيريفيغي لقوا قاعدوا قاعدوا مساكن في البور في الميناء وملقوا حتى واحد حتى جاءوا لابوليس تاع الفرنسا ووزعوهم قالوا لهم روحوا ما كانش لنباكموا اليوم يعني هذي اللي عندهم الولاد الصغار اللي عندهم البرسوناجي اللي عندهم المصارف تاع البياج مساريف الاكل مساريف السخانة اللي راه فيها في الياماتها بفرنسا راه سخونة بزف يعني ما داروش حساب لهذا الشيء وما قدروش يبعثوا اسمس ولا يبعثوا رسالة ولا ايميل ولا للزبائن باش يعلموهم يعني كوادث وخلاص ربي نقولوا يهديهم وربي كما يقولوا يهدي هذا المسيرين سوء التأثير تاعنا اللي راه رايح معن بالنا شوين رايح في يوصل ان سكر سافر المهاجرين كامل يسافروا الى بلدهم الاصلي في احترام وفي استقبال لاقق بهم الا الجالية الجزائرية اللي دي ما مسكينة تعاني وما تخلص المعاناة التاحة الى متى نوجهو نداء الى وزير النقل يعني يبركيونا من هاد المهزلة هاد المهزلة اللي راه الجالية جزائرية تسوفر الناس الدولي كونجي تاحهم وجاو بطنوبيل تتاحهم حتى للبور وملقوش للبابور البابور كاين وانما الرحلة ملغات دون سابق اندار ولا دون اعبار ولا غيان هذه هي اخواني اخواتي المعلومات اللي حبيت نوصلها لكم استمحوا للبغو رحم ورا يا رحم الولاد مديرين حالة بالبغو المهم ان احبيت نوصل لكم المعلومة وخلاص نقول لكم في فيديو اخرى باذن الله اي معلومة تخصكم اي معلومة اتهمكم رايح نوصل لها لكم ونحط لكم ولو بفيديو قليلة ما تنسوش بلكنتم ما تبطجوها مع خيانكم واخوتتكم نقول بارك الله فيكم على المتابعة شكرا واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا